وسست في العام 2019 منصة شات أولا تنضوي تحتها أكثر من خمسين جمعية مدنية واختارتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات السيني من ضمن الجمعيات المدنية المراقبة لانتخابات أبريل المرتقب حيث شرعت المنصة بتنظيم هذا اليوم الإخباري لتوجيه أعضائها المنطقين لمراقبة الانتخابات المقبلة والبالغ عددهم 160 مشاركا يوزعون إلى الدوائر العشرة للعصمة أنجمينة إلى جانب الولايات الجنوبية للبلاد وأكد المنصق العام لمنصة شات أولا محمد صالح موسى أن منصته ستعزز جهودها وتكثف من الحملات التوعوية من أجل إنجاح العملية الانتخابية المقبلة مضيفا أن المشاركين سيتلقون تدريبات حول كيفية مراقبة الانتخابات إلى جانب الجمعيات المدنية الأخرى موسيقى 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 المقرر العام لللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عجيب غلام الله أشاد بهذه البادرة وقال إن العملية الانتخابية المقبلة تتطلب الكثير من الجهد ومشاركة الجمعيات المدنية لكي تكون ناجحة مؤكدا بأن مبادرة منصة شات أولا هذه ستساهم بلا شك في تحقيق الغرض المنشود موسيقى